إيه الموقف بقى بالنسبة العديم الجنسية اللي ممكن يحصل مع عديم الجنسية في حالة ردته الحصول على الجنسية للأسف النمسا بتعامله زي وزي غيره يعني ده شيء محزن لأن واحد ما عندهش جنسية يعني شطاطن لوس بدون جنسية المفروض تحدى أدنى في البلد اللي هو قاعد فيها وأخذ منها الجوء يحصل على الجنسية بتاعتها بسهولة بس للأسف الشروط ليهم زي غيرهم معادة حالة واحدة بس دي كانت اتطرقت من فترة هو لو شخص عديم الجنسية اتولد هنا وما خدش جنسية هنا ووصل عمر الثمنتاشر بيقدر يحصل على الجنسية النمساوية ممكن بدون شغل يعني في متأصلي يعني دلوقتي شطاطن لوس ما عنديش جنسية تمام وجبته طفل والطفل ده أنا ولدته هنا اتولد في النمسا فهو أوتوماتيكي الطفل ما بياخدش الجنسية زي أمريكا وكندا فما بياخدش الجنسية يعني الطفل اللي بيتولد هنا مش بياخد الجنسية لا 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 هنتكلم فيها تانية عشان هقولك يقدر يخدها ازاي بس دلوقتي بالنسبة فأنا دلوقتي عدمت الجنسية وجبته طفل فالطفل ده تولد بقى زي موجود ما عندوش الجنسية لما يكمل 18 سنة حتى لو أنا ما خدش الجنسية ما ممكن نقعد كل ده ما خدش الجنسية هو ممكن يحصل على الجنسية بدون شروط ترجمة نانسي قنقر